السلام عليكم كل سلام طيبين رمضان كريم طبعا احنا عارفين ان الكنافة هي الراعي الرسمي للحلويات في رمضان ومعاها طبعا القطايف انا جبت لكم النهاردة طريقة سهلة جدا وبتاخدش وقت خالص ولا فرن ولا اي حاجة هنعملها واحنا وقفين كده في 5 دقيق بازن الله وهي طريقة الكريء الكنافة بالمنجة بجيب الكنافة بتاعتي بحطها في الفريزر لحد ما تتجمد وبعد كده بفرقها عشان اكسرها زي ما احنا شايفين بالشكل ده ده ربع كيلو كنافة بضيف عليه ربع كباية سمنة ممكن اقلل كمية السمنة شوية عن الربع كباية عشان انا كده كده هحمرها على البتجاز من فوق فمش محتاجة السمنة كتير قوي هحط الكنافة بتاعتي تتحمر على البتجاز من فوق وهجهز لها الكريمة بحتاج كباية لبن ساقة وعليها كباية كريم شانتي هضربهم كويس جدا مع بعض ومعاهم علقتين سكر لو الكريم شانتي خام وبعد كده بضيف معلقة سمنة جمدة وهضربها معاهم دي بتخلي القوان متماسك شوية وبتخليها غنية وبعد كده هحط الخليط بتاعي ده اللي هو الكريمة هحطها في التلاجة شوية لحد ما الكنافة تتحمر كويس جدا وبعد كده هخرج المكونات بتاعتي عشان نشتغل في الصينية بتاعتنا زي ما احنا شايفين الكنافة بدأت تاخد اللينه الدهبي اللي انا عايزها هضيف عليها معلقتين سكر يفضل ان انا اضيف السكر في الاخر علشان ما يتحرقش في الاول وانا بحمرها وبعد كده هضيف معلقة لبن بدرة بيخلي طعمها حلو جدا وهقلب كويس لحد المكونات كلها ما تختلط كويس جدا ببعضها وبعد كده لو انا حابة ممكن اضيف لها ثلاث معالق او معلقتين شربات جاهز اللي هو التقيل بتاع الكنافة لو انا حابة ازود سكرها شوي وممكن استغناء عنه هجيب اي طاجن شفاف عندي او اي سيرفيز وهفضي فيه الكنافة اللي انا حمرتها هفضي الكمية لكلها لو انا حابة ولانا مش عايزة اضيف الكمية كلها ممكن اعملها طبقات يعني هحط طبقة كنافة وبعد كده طبقة كريمة وبكوباية وهجبس المقدار بتاعي كله زي ما احنا شايفين كده مش بتاخد كابس كتير قوي يعني مجرد ما بعملها من اول مرة خلاص كده بتتساوى وبعد كده هشيلها في التلاجة حوالي نص ساعة او ممكن في فريزر عشر دقايي وهيجيب المنجة بتاعتي هكون مقطعها قطع صغيرة هديف عليها معلقة سكر علشان اصبط السكر كله مع بعضه ويبقى الطعم الحاجة كلها بسكرها مع بعضها كل المكونات تبقى واخدى سكر واحد لو بحب السكر زيادة ممكن نخليه معلقتين سكر هخرج الكنافة من التلاجة وبعد كده هجيب الكريمة بعد ما عبتها في اي كيس مش لازم بالبلولة وهوزع الكريمة على الوش بالتساوي فكرة ان انا حطيتها في الكيس ان هي تسهل علي التوزيع افضل من المعلقة او الاسباتيولا همنا الوش كله بالتساوي ويفضل ان انا حط طبقة يعني عالية طبقة كبيرة من الكريمة علشان احنا عاملين مقدار كله طبقة واحدة والشكل ده بغطي الوش كله وبعد كده بجيب المنجة وبوزعها على الوش زي احنا شايفين المنجة نزلت سوس كده جميل جدا بيدي طعم حلو قوي مع الكنافة ده طبعا احنا رشينا على وشها المعلقتين السكر او معلقة سكر وبعد كده هزين السطح بالشكل ده باي شكل احنا عايزينه ممكن اعمل الوحدات الكريم شانتيه ممكن اجيب بوحدات كريز اي شكل انا احب اشكل بي او ازين بي براحتي ممكن وحدات بسكوت مسلا او اي حاجة كريز اي شيء متاح عندي الشكل النهائي انا اللي بختاره طريقة سهلة وجميلة جدا وما بتاخدش وقت خالص يعني اسهل بكسير من احنا نحطها في الفرن ونتيجة بجد روعة اتمنى تجربوها وياريت تعملوا لايك للفيديو وشير واشتراك وتفعالوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة